يا مساء الخير رح نعمل معاكم اليوم أطيب وصفة للكفتة بطحينية أو كفتة زي ما بيحكوها بعض الناس اللحمة اللي حنستعملها بهاي الوصفة لحمة عجل ما فيها دهن أبداً لحتى تطلع أسكى وأطيب ولكن في ناس بيحبوا يحطوا فيها شوية دهنة وهذا الأمر راجع لكم ففي البداية رح نفرم اللحمة ورح نتبلها بالملح والفلفل الأسود والثوم البودرة فقط لا غير وما رح نحط عليها أي شيء زيادة أبداً لحتى تضلها اللحمة محتفظة بطعمها رح أعجلهم بيدي لحتى ما أتأكد إنه كل البهارات اختلطت تماماً مع اللحمة بعدها رح أجيب صينية مناسبة للكمية اللي عندي لأفرد اللحمة فيها وبهمني إنه مستوى اللحمة ما يكون لا سميك ولا خفيف يعني بحجم عقلة الإصباح بعدها بحززها زي ما أنتوا شايفين باستخدام ملعقة أو بسكينة بخطوط متعامدة بعملها بالطول وبالعرض بعدها بحط عليها ملعقتين من السمنة بهذا الشكل اللي شايفينه وبتوزعوها وبتحطوها على فرن محمى مسبقاً لثلاث ساعة ولحد ما دمروا الثلاث ساعة رح نعمل السوس فهتغطوها منيح بالقصدير ودخلوها على الفرن لنعمل السوس رح نحتاج للخلط رح نحط علبة زبادي صغيرة وثلاث أربع كوبة طحينية ورشة ملح وعصير ليمونة وكاسة مي رح أخلطهم وبعدها بحطهم بطنجرة حتى أغليهم بس لمدة خمس دقايق على النار بعد ما غلي السوس عندي رح أطلع الصينية من الفرن زي ما انتو شايفين انو الدهنة كاملة نزلت من اللحمة ممكن تشيلوها او بتخلوها بتوكلوها مع اللحمة طبعا زي ما انتو بتفضلوا بتحطوا الصوس كامل عليها هو رح يغطيها تماماً وهذا المطلوب لحتى ندوق طعم اللحمة مع الطحينية احنا ما بدنا لحمة مع شوية طحينية لا احنا بدنا ياها تكون الطحينية متغلغلة باللحمة وبعدها برجع هذا الفرن 10 دقايق بس وبتكون جاهزة للأكل فهون انا قدمتها مع بطاطا مقلية ومع بندورة وخس وخيار هي بتنفع كمقبلات وبتنفع تكون طبق رئيسي كمان والكفة نوعين يا بتنعمل بالطحينية يا بتنعمل برب البندورة والتنتين اسكى من بعض ولهون بكون وصلت نهاية الفيديو اي سؤال اكتبوا لي تحت بالتعلاقات لحتى اساعدكم باستفساراتكم بشككم في فيديوهات جاية مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة